في ليبيا أيضا قال وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن دول العالم يجب أن تتحمل مسؤولية أثار ما بعد كارثة درن الليبية أشار الوزير الليبي لأن بلاده تحتاج مساعدة إنسانية مستعجلة لتعزيز الإجراءات الوقائية في المناطق المتضررة من الفيضانات ومنع وقوع كارثة صحية أهيب بالعالم أن يتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا باحتواء آثار ما بعد الكارثة وعلى رأس ذلك الإجراءات الصحية اللازمة لحماية ما تبقى من سكان المدينة والمدن المجاورة من كارثة صحية حذر منها المختصون في سياقا متصل قال الناطق باسم هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا عبدالعزيز الجعفري قال إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 115 من أجساد ضحايا الإعصار وأوضح الجعفري للتلفزيون العربي أن أجساد الضحايا انتشلت شرق درنا باتجاه وادي الخطة وأن 62 منها مجهولة الهوية أضاف أن الفرق تواصل أعمال البحث في الوديان والشواطئ القريبة من المدن والمناطق المتضررة